اعلنت مدرية امن شمال سيناء عن فوز 22 شخصا من ابناء المحافظة في قرعة الحج للموسم الحالي موزعين على مختلف اقسام المحافظة وقال نائب محافظة شمال سيناء هشام الخولي انه تم مراعاة الحيدة والشفافية حيث تمت القرعة الكترونيا عن طريق الحاسب الالي مقدما تهنئته لجميع الفائزين والتمنيات بالفوز في السنوات القادمة لمن لم يحالفه الحظ هذا العام